حضرتك صارت بحضرتك قبل كده بالنسبة لعدول التسمين على التركيبة مالات التركيبة اه حضرتك انا فهمها وكل حاجة قلتاها خمسين مرة يا احمد قلتاها خمسين مرة تركيبة الفول الصوية حضرتك مش متوفر عنديني فول الصوية مش متوفر ممكن استخدم اكساب مكاني فول الصوية مش متوفر عندك في فول ايش كسر الفول البلدي ينفع يعني حضرتك يعني اه كسر الفول البلدي مية مية وحلو زي فول الصوية يعني استخدموا مكان فلصوية حقيقي يعني ما فيك خالص استخدموا مكان فلصوية وحتى فيه أحماض أمينية هتخلي لك شكل العجل كده بيلمع وهو واقف ماذا يعني ما استخدمش حدك يعني الأكساب المصنعة دي يعني استخدم كل اللي أنا يعني كل الحاجات اللي توصلك لكمية الطاقة المزبوطة وكمية البروتين المزبوطة والمادة الجافة اللي احنا قلناها مرة واثنين وثلاثة ونسبة الألياف لنسبة المركزات بأرخص الأسعار اللي عندك تعظيم سلام ومستخدم سؤال تاني حاجتك بس فضل حاجتك بالنسبة عندي الحمام فيه الفرخ بيبقى صغير واحد كبير ده مشكلته يا دكتور الحمام بيجيلك فرخين واحد كبير واحد صغير اه مشكلته يا حاضرتك ماشا نشوفها نعمل ايه فيها دي ان شاء الله ماشا دكتور ماشا يا أستاذ أحمد شكرا شكرا بالنسبة لأخونا أحمد من أنا اه احنا اجدنا عليه ادي اي تركيبة كسر فول مستخلص بوقت اي حاجة مش لازمة لصوية في بدايل كتير اوي 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 لصوية ممكن تستخدمها في مصادر البروتين كتير غير لصوية ممكن تستخدمها وانها في حلقات كتير يعني ممكن تستخدم اي حاجة عندك بس في الاخر ما تبعدش عن القاعدة الزهبية اللي احنا قلناها مرة واثنين وعشرة ان كل مئة كيلو جرام وزن حي عايزين من اتنين الاثنين ونص في المية كيلو جرام مادة جافة يعني كل مئة كيلو عايزين من اتنين ونص كيلو مادة جافة طب ايه المادة الجافة احنا قلناها برضو انا قلها تاني دكرار بيعلم الشطار المادة الجافة هي عبارة عن كل الاخل انا بأكله منزوع منه الرطوبة او منزوع منه الايه الماي طيب لو انا عملت الكمية دي كمادة جافة دي رقم واحد انا بعملها رقم اتنين اشوف الحيوان بياخده بروتين وقدي ايطار دايما الحيوان الصغير بياخد بروتين اعلى من الحيوان الكبير يابانا في الصغير بدي بروتين عالي وبدي طاقة قليلة في الكبير بدي طاقة عالية عشان سمن ودهن وبدي بروتين قليل انه خلاص بنى جسم ومش محتاج البروتين دايما بدي الالياف لنسبة 60% هو صغير و40% ولما بيكبر معايا بعمل العكس 60% مركز و40% الياف دي التركيبة يا اخواننا اللي دايما نبقى حفظينها واي بدائل اي بدائل عندك بدم خالية من السموم الفطرية وصالحها للاستخدام استخدمها في حدود التلات وصايا او التلات شروط اللي انا قلتهم لحضرتك اشتركوا في القناة